حدثنا عفان حدثنا شعبة عن خبيب قال سمعت عمتي تقول وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبن أم مكتومين ينادي بالليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أوي إن بلالا ينادي بالليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي أبن أم مكتومين وكان يصعد هذا وينزل هذا فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر حدثنا هشيم حدثنا منصور يعني ابن زذان عن خبيب بن عبد الرحمني عن عمته أنيسة بنت خبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن أبن أم مكتومين فاكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا قالت وإن كانت المرأة ليبقى عليها من صحورها فنقول لبلال أمهل حتى أفرغ من صحوري حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن خبيب بن عبد الرحمني عن عمته قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبن أم مكتومين أو بلالا ينادي بالليل فاكلوا واشربوا حتى ينادي بلال أو أبن أم مكتومين فما كان إلا أن يؤذن أحدهما ويصعد الآخر فنأخذه بيده ونقول كما أنت حتى نتسحر أمهل حتى 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 أمهل ح